وانا اتكلم احنا لغاية مبارح بالليل بسمع قصص وحكايات لأساس لها من السيناريوهات اللي اتقالت من يوم صدور القرار واحد تصفية حسابات وتقال اسم كابتن حسام غالي بشكل واضح وصريح وانه كابتن حسام غالي ليه يد فيه قرار اقالة سيد عبدالحفيز اتنين قصة رحيل يعني مش عايزة اقول اسماء ما تعنينيش ويعني لكن رحيل واحد من الشخصيات اللي كانت موجودة على الساحة الرياضية وكان بيترقص احد الاندية المنافسة للنادي الاهلي وانه في مقابل ده تمت صفقة برحيل سيد عبدالحفيز اتنين تلاتة ده السيناريو تالت انه ميستر كولر غير راضي عن اداء سيد عبدالحفيز وهو اللي طلب في اجتماع خوص مع كابتن محمود الخطيب انه يتم اقالة او استبدال كابتن سيد عبدالحفيز باسم تاني والتلات سينياريوهات دول بناء على معلوماتي اللي انا متأكد منها بنسبة كبيرة جدا لا اساس لهم من الصحة على الاطلاق تزعل مني لما تكلم في ملف شفت انه جماهير النادي الاهلي عايزة تعالى لغاية النهاردة الناس بتسأل سيد عبدالحفيز ليه وانا قلتلكم ليه جماعة ماخدين الفكرة على انها قصة نهاية علاقة او ليه فاكرين الامر انه مجرد او مرتبط بفكرة استبعاد سيد عبدالحفيز ده مش ممكن يحصل ابدا وانا قلت انه في بيان الرسمي بعد توجيه الشكر لكابتن سيد هنا انه ادارة النادي كانت بتعرض على كابتن سيد انه يكون ليه دور في مجلس ادارة شركة الاهلي كرة القدم او حتى في لجنة التخطيط ده معناه انه ادارة النادي الاهلي متمسكة بكابتن سيد عبدالحفيز كل قرارات النادي الاهلي خد بالك كل قرارات النادي الاهلي او ادارة النادي الاهلي على مدار ثلاث سنين بتباح يوم بيوم في شتى المجالات في شتى المجالات سواء ما هو ليه علاقة بالشأن الرياضي او حتى في غير الشأن الرياضي بتباح وبناقشها مع حضراتكم هنا في السادسة وفي اوقات كتير جدا 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 ممكن كان يبقى في حالة غضب حتى عندي انا شخصيا كجمهور بس كجمهور شيء وكاعلامي بنتامل شاشة النادي الاهلي شيء تاني رأي الشخصي يمثلني انا فقط لغير يمثلني انا فقط لغير في قرارات كتير جدا اسعد بيها وافهمها وفي قرارات كتير جدا زي جمهور النادي الاهلي ممكن ما فهماش في وقتها لكن بعد شوية لما نروح لبعيد يعني قرار مجلس دارة النادي الاهلي السنة اللي فاتت بعدم استكمال الدوري باللعبين الاساسين فيه جزء من الجماهير استقبله بغضب شديد جدا صح ولا غلط فيه ناس كتير زعلت من القرار ده وقالت ازاي ما انكملش وازاي ما انحاولش وازاي مش عارف ايه لكن في النهاية ثابتة ان القرار ده كان ليه مرضود ايجابي على المدى البعيد وشفنا ده الموسم الحالي فيه قرارات زي مثلا استبعاد لاعب او عدم التعاقد مع لاعب او التعاقد مع مدير فني او انهاء التعاقد مع مدير فني بتقابل بكلر نفسه اللي احنا النهار ده بنشهد انه واحد من لم يكن اهم صفقة فهو واحد من اهم الصفقات اللي ابرمتها اقدارت النادي الاهلي الموسم الحالي كولر نفسه اتهاجم بشكل كبير جدا واتهاجمت اقدارت النادي الاهلي ع التعاقد معاه في بداية المسؤولات موسماني من قبله وفايلر من قبله ففي النهاية احنا ما عندناش كل الامور المرتبطة بكيفية اتخذ القرار والقرار ده اتبنى على اساس ايه؟ الوحيد اللي ليه صلاحية والوحيد اللي عنده الرؤية الكاملة والوحيد الملم بكل التفاصيل والوحيد اللي شايف الاهلي هيروح لفين هي اقدارة النادي الاهلي ولا يملك ولا حتى انا شخصيا ولا اي حد انه يحسب ادارة النادي الاهلي على قراراتها ده منهج مش مرتبط باقدارة كابت الخطيب ده منهج مرتبط بكل ادارة النادي الاهلي السابقة نتمنى التوفيق وأتمنى إن شاء الله إن إحنا دايما نبقى فاكرين لأرضية المشتركة اللي إحنا وقفين عليها وهي حب النادي الأهلي وتمنياتنا إن شاء الله لكابتن سيد عبد الحفيز لدكتور أحمد أبو عبلي بالتوفيق وتمنياتنا طبعا لكابتن خالد بيبو وكابتن وليد سليمان بالتوفيق في مهام عملهم الجديد